اكد مدير ادارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري الدكتور حمد هزيم ان منصة عقاري تميزت اثر التعاون البناء مع 12 جهة حكومية في تنفيذها واتت هذه المنصة المميزة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باطلاق منصة لتنشيط الحركة الاستثمارية جاء ذلك خلال عرض حول منصة عقاري قدمة لمجلس امانة العاصمة وبين مدير ادارة المعلومات والتطوير العقاري خلال العرض ان المنصة تحتوي على جميع مناطق المملكة والمعلومات المختصة بها مثل عدد الاراضي والشقاق والبيوت وجميع العقارات بجميع تصنيفاتها موضحا انه من خلال هذه الخارطة يستطيع المشترك معاينة مساحة العقار بالمتر المربع وسعر القدم في المنطقة مضيفا انه بامكان الجميع الاطلاع على التداولات العقارية في المملكة بشكل عام بالاضافة الى امكانية تحديد منطقة محددة لبراز عمليات التداول بها حيث يوجد تحليل بياني لكل مناطق البحرين يستعرض حجم التداول والسعر وجميع التفاصيل العقارية مشيرا الى ان المعلومات الموجودة يجري تحديثها كل ثلاثة ايام وان المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على جعل التحديث فوريا وذلك لتسهيل العملية بشكل اكبر على المشتري في تقديم معلومات مباشرة وحديثة له موسيقى